أهلا بحضراتكم من بعد الفاصل الهيئة القومية للاستشعار عن بعض وعلوم الفضاء نظمت ورشة عمل في المتحف القومي للحضارة المصرية للأطفال من جيل المستقبل إيه حكاية الورشة دي وإيه اللي تعلموا الأطفال منها وليه الواجهة كانت في متحف الحضارة كل الأسئلة دي هنعرفها من الدكتورة غيدة عطا نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعض اللي من ورانا نهاردة في استوديو صباح الخير أهلا بك يا فن أهلا بحضراتك صباح الخير يا فن أهلا بحضراتك في البلاد زي نتعرف أكتر عن هذه الورشة الحقيقة إحنا الورشة العمل دي لنشروا عيو ثقافة التكنولوجيا لاستشعار وعلوم الفضاء للأطفال إحنا عندنا في الهيئة بنعمل دا دايما بنعمل ورشة العمل عملناها في السيف لمدة معسكة لمدة أربع أيام لكن الفكرة جاد من وزارة السياحة والأثار طلبوا مننا أن إحنا نعمل عندهم الإفنت دا في قلب مطحف الحضارة عشان في أجاس نص سنة نستقطب أكبر عدد من الأطفال وناس كتير أو أطفال كتير يعرفوا أو نعمل لهم وعي لتكنولوجيا الاستشعار والفضاء الفكرة عجبتني لأن أنا هخرج من طاق هيئتي هخرج بره في مجتمع مفتوح وعيد في أول مرة تخرج من الهيئة؟ مش أول مرة بس أول مرة نخرج في مكان تبع وزارة الأثار الحقيقة كانت الاختلاف في الحالتين أن إحنا لما خرجنا بره كان سن الأطفال أقل فإحنا كنا نتكلم في سن من 10 إلى 12 سنة وكان التحدي يا جماعة هل الأطفال دي هتستوع بالتكنولوجيا الفضاء؟ وكان هناك مدحف الحضارة قالوا لأ هتلاقي الولاد دي يفهموا وتعلموا بسرعة فالمفاجأة كانت كده أن الولاد فعلا استوعبوا وفهموا كنا فرحانين بيهم جدا جدا وده يعني بيخلينا أقول أن أصفالنا تقدر تستوي بالعلوم التقيلة وتفهمها لأن عصر التكنولوجيا دلوقتي بيخلي الأصفال تتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة دي وبتبقى أوير بيها فمهم قوي أن احنا نعرفها لهم من دلوقتي طيب عجبني قوي أنتوا عملتوا مزجة لذيذة قوي ما بين المستقبل وما بين الماضي والمستقبل إزاي مزجته بين علوم الفرعنة والمستقبل؟ الحقيقة هي ورشة العمل كانت الأول إحنا عملنا جزء فيها نظري وجزء عملي الجزء النظري عملنا أورنس إيه هو الفضاء وإيه هي الأقمر الصناعية والأقمر الصناعية تتكون من إيه وإيه وظيفتها وإزاي صورة الأقمر الصناعي دي أحاولها الماب وإيه الهدف من أن أنا أطلق أقمر صناعية استشعار وإزاي بعمل خرائط وباربط بين التنمية المجتمعية بصور أقمر صناعية وعلوم الفضاء فدي كانت أول أورنس عملناه كمان تفضلت كانت دكتورة داليا الفئي من شعبة الفضاء هي لتولت المهمة دي بعد كده كان فيه دكتورة صفاء إبراهيم من وزارة الأثار نفسها بتدت تكلم عن الفرعنة إزاي هما كانوا رواد في علوم الفلك إن إزاي هما أول ناس ابتكروا موضوع التوقيتات والزمن والسنة والشهر والأسبوع إزاي الفرعنة كانوا عندهم رصد للنجوم والفلك إزاي هما كانوا أول ناس ابتكروا موضوع الساعة شمسية والقمرية إزاي هما كانت فيه حاجة حلوة جدا تكلمت عليها دكتور صفاء إن إزاي هما كانوا بعلوم الأرض هو الاستشعار علوم رأبة الأرض فإزاي هما قدروا يختاروا أماكن يبنوا فيها الأهرامات يبنوا فيها المقابر بتاعتهم على مدار آلاف السنين والأرض ومحصل لاش حاجة محصلش السيول مثلا تباوز المقابر هما نختاروا الأرض هما نعرفوا إزاي يعرفوا إزاي دراسة سطح الأرض ويختاروا المكان المكان ده على مدار السنين والألاف سنين محصل لاش هبوط محصلش مثلا مجرى سيل في جزء من المقابر فالمقابر كلها تدمرت فده علم كبير هما قدروا يعملوه بعد كده الجزء الثاني كان عملي بالفيرشوال رياليتي ده إننا نخلي الولاد يركبوا أمر صناعية فيرشوال يلعبوا جيمز فيرشوال وبعدين بدنا نعرفهم جبنا نموذج لأمر صناعي فعلا في البورد بتاعته بدنا نعلمهم الأجزاء دي إزاي وإزاي تتركب وإزاي نشغل الأمر صناعي وإزاي يستقبل البيانات وإزاي نحاول البيانات دي الصورة وإزاي نحاول الصورة دي الخريطة دي كانت ورشة عملية عملناها مع الولاد في الجزء الثاني وفي الآخر خالص بنعلمهم إزاي الإطلاق بنعمل سيميليشن لإطلاق الأقمر الصناعية هو أمر صناعي اسمه كانسات هو مخصوص لتعليم الأطفال الأمر الصناعي ده صغير قد الكانس كده الولاد بتعلموا فيه الإلكترانيك بتاعته وبعدين بناخد نعمل سيميليشن للإطلاق ليه بنعمل سيميليشن للإطلاق إن أمر صناعي بيرسل البيانات عن بعض ودي فكرة الاستشعار عن بعض فإحنا بنعمل سيميليشن للإطلاق بيبقى فيه شمسية كده وعلى ارتفاع عالي جدا بنرمي الأمر الصناعي فبينزل زي البرشوت كده وهو نازل بيبقى فيه لابطوبات الولاد معيها بنستقبل الداتا وبنوريهم وبيبقى فيه كاميرا صغيرة بتصور الحجارة اللي حواليها فبتعلموا التكنولوجي قدامهم زي ما يكون عملنا محاكاة للواقع عظيم جدا مهم كمان قوي الجزء العمل لحضرتك زكارتيا بيبقى فيه سعيزة أفهم حضرتك إزاي بنقدر نقيس مدى استيعاب الأطفال للمعلومة الحقيقة دايما ورش العمل بتاعتنا بتبقى انتراكتف أنا بقول وبسأل وبعرف وبشوف الولاد يعني كل مرة إيه أنا بقول المعلومة وبسأل فيها وقبل ما أقولها بسأل بعرف مدى هم من استقبلوا البيانات إزاي المعلومات وبعد ما بخلص بسأل وبعرف الولاد بوصلوا وقيل معي فالحقيقة كان حلو جدا لقينا التفاعل لأن الأولاد فهموا كويس وكنا بنديهم بونس بعد كده والله اللي بيجاب حلو قوي أنا هخليه يلعب جيمز بي أر فكان الأولاد يعني يتصارعوا أنهما يفهموا عشان يلعبوا طيب أنا النهاردة يعني عجبني قوي اللي أنتو بتعملوه أنه ده كمان هيخلي الأولاد يحبوا يتعلموا ده أكتر ويمكن يشتغلوا فيه لما يكبروا فنلاقي عندنا جيل كامل من العلماء اللي يختروا يمكن حاجات جديدة ويربطوا الماضي بالمستقبل ويمكن نحل صفرات حتى الفرعنة عملوها زمان نحلها النهاردة لو أنا النهاردة عندي أولادي عايزين يشتركوا معاكم يعملوا إيه؟ والله هو فيه هاية الاستشعار فيه نارس فيارا أكاديمي عفوا ده على الفيسبوك بيقدروا يدخلوا يلاقوا رقم تليفون ويبدأوا يتواصلوا معينا وبيجوا كل ما بنعمل مجموعات بنعمل ورش عمل الحقيقة إحنا يعني في الفترة الأخيرة دي ابتدينا نعمل انفتيشن لمدارس تجلنا ابتدينا نعمل نوسع نشاطنا ابتدينا دلوقتي حاليا أنا بحاول أتواصل مع النوادي كمان إن أنا نعمل ورش العمل دي في قلب النوادي في الأوبن إير السنة اللي فاتت لما عملنا معسكر المعسكر بتاع منتدى شباب شمال أفريقيا عملنا الأطفال أو شباب بقى من 16 إلى 20 سنة بتعاون مع وظلات الشباب وعملنا إطلاق الأمر الصناعي في قلب مركز مراكز الشباب فالحقيقة إحنا متحقين جدا لو حد دخل على هاية الاستشعار في الويبسايد وطلب ده إحنا جدا مكان الهايئة بتاعتنا في جوزاف تيتو في مصر جديدة أي حد يجلنا جروبات أهلاً وسهلاً بيهم ده هدف هاية الاستشعار إنها بتنشر للعلم ده جوه الشباب جوه الأطفال حقيقة بيسعدنا جدا إن إحنا نوصل لده وإن الولاد تستفيد لما تيجي تتعلم عندنا يعني أنت عندك استعداد تقدموا بشكل مكثف أو بشكل دوري كمان بس محتاجين الناس تيجي وفي جهات يعني في جماعات تبتا تتواصل معنا أني لا إحنا عايزين تيجي تعملوا عندنا ورش العمل في الجماعات أكتمية العربية البحرية جامعة الأزهر جامعات كتير بتاعت تقول لا يا جماعة عائلة وعملوا عندنا ورش للطلبة فإحنا بس الطلبة بنحاول نقبر المعلومات شوية عشان يبقوا خصوصاً بتوع حنداسة بتوع كمبيتر ساينس بيستفيدوا جداً من الشغل بتاعنا طب ورشة العمل القائمة حالياً بتبتدي من سن كام والله أنا بقول إن ورش العمل عشان تبقى مفيدة إنها تبقى من سن دي كتوكي تنظريني إعدادي وسنة لكن لما شفت في مدحة الحضارة أن الأطفال الصغيرة في ابتدائي كانوا صعبين جداً وفرحانين جداً بالعلوم حقيقة لا غيرت رأيي لأ ممكن أطفال مثلاً بس بنتكلم عشان نظرات الـ VR كمان تبقاش متعبة للأطفال الصغيرة قوي فأتكلم من ربع ابتدائي نفسه طيب أنتو في الهيئة زي ما حدك ذكرت دلوقتي إن إحنا ممكن نعمل ورش عمل للأطفال ربع ابتدائي إعدادي سنوي جمع المتخصصين بقى على إقامة مثل هذه الورش هل عارفين إزاي يتعاملوا مع الأطفال؟ الحقيقة أو الحقيقة أو يعني بجد أنا شفت البرزنتيشنز اللي بتعملها الدكتورة داليا يعني هل دي سمات شخصية مثلاً فيهم إن هم قادرين على تعمل مع الأطفال أو إنه في مثلاً دورات تدريبية خضع أولها عشان يقدروا يتعاملوا مع الأطفال فيبسطوا المعلومة للتدريب إحنا بنختار إحنا هيئة الشرق قائمين على التدريب بنختار بنبقى عارفين مين اللي عنده السماء دي بنختاره ونبني نتعامل معي عشان مش أي حد يعني ممكن يبقى عالم شاطر جداً لكن ما عندوش تالنت التدريس أو توصيل المعلومة فده إحنا بنختار مع الوقت بيعدينا إن مين أقدر أحطه في الحتة دي فيسد في الجزئية دي مش كلنا هيئة الشرق علماء يقدروا يبقى فيهم كده لكن أقدروا الحرارات يعني في ناس كتير معظمنا كتير بيقدر يعمل ده والتعامل مع الأطفال بيبقى محتاج شوية هدوء شوية صبر الشرح المعلومة عنده استعداد إنه يبسط العلم الكبير وخصوصاً علوم الشرفة علوم تقيلة باعتبرها تكنولوجيا ثقيلة طيب بعض الأباء يمكن ممكن يقولوا التطبيقات اللي ممكن يستفيدوا بيها أولادنا على حياتهم في المستقبل أو على دراستهم حاليك قلت بمجال زي كومبيوتر ساينس الكلية زي كومبيوتر ساينس هندسة اتصالات لو أنا مش غلطانة إيه كمان والله كل الناس بتاعوا علوم الفازكس يقدروا يتعاونوا أي مجال أنا عايزة أقولها لك حاجة علوم استشعار هي علوم وتكنولوجيا الفضاء علوم بتختص بعلوم الأرض يعني أي حاجة تختص بعلوم الأرض جغرافياً فالاستشعار فيها يعني أي حاجة بيئة ميا جغولوجيا إلكترونيكس أي حاجة أي حاجة يعني أنا بعتبر أني مجالات التنمية المختلفة كتير أي بدخل فيها علوم الاستشعار فهي بتبقى تنمية للمجتمع فأنا مش باقتصر على أنا بتكلم على الناس اللي بتشعر تكنولوجيا لكن الناس اللي بتشعر تطبيقات كتير جدا جدا بدليل أن إحنا اللي بيجوا عندنا تدريب أداب وعلوم وزراعة كل الكليات مصر بتيجي عندنا تدريب لأن هما محتاجين جزء الاستشعار في أبليكيشن التطبيق بتاهم طيب عايزين نتكلم برضو وندخل قوي في الحتة دي عن طبيقة الحاجات الموجودة في هذه الورشة اللي بتقدم للطفل هل بنختار الحاجات مثلا اللي يليها تأثير على حياته بشكل مباشر والله هو أنا بلعب في حتة الولد بيروح لها إن أنا بمزج بين العلم واللعب إن أنا بدخله الـ VR فالـ VR بيبقى يروح له الميتا فيرس بتجذبه وبتشده فلما بسط له العلوم بشكل virtual reality هو أصلا بيلعب كده ودلوقتي الأطفال كلها بتلعب كده فأنا بمزج له الحتتين في بعض فبيبقى مجدود جدا للعلم وعايز يتعلم وعايز يعرف لإن أنا بعلمه له بطريقة تفكيره دلوقتي فأنا بقول له مثلا أنا أطلقت لهذا القمر الصناعي عشان أغراض علمية وبحثية كبيرة ولا أبتدي أختار الحاجات اللي ممكن تناسبه هو مثلا كطفل لا بديله المعلومة الصحيحة بس بما يناسبه يعني بقول له أنواع الأقمر الصناعية إيه بقول له الأمر الصناعي ده شكله إيه متكون من إيه بيشتغل إزاي بيطلع صورة الأمر الصناعي إزاي بس تقدمها إزاي بيطلع منها خرايط لكن بقوله له ببساطة وبقوله له عشان يفهم بيها العالم اللي حواليه شكله إزاي ده خلينا نطلب من حضرتك توجيه نصيحة للأباء والأمهات إزاي ممكن يشجعوا أولادهم على حضور ورشة إزاي والله أنا بقول إن أنا أتعلم إزاي أربي إبني إن هو يتعرف على التقنية الحديثة بس أخذ كم من المعلومات ما سيبش إبني للعب وبس يعني ما سيبش إبني إن يلعب على طول لا يلعب ويتعلم كمان وده مهم يعني وده مهم وده كمان المستقبل نشكرك الدكتورة غايدة عطى نائب رئيس الهيئة العامة للأستشعار عن بعض على وجودك معينا أكيد كل السكر اللي كي شكرا جزينا فضل شكرا جزينا فضل